تحديث منشآت مراكز البريد ورقمنت شبكات الاتصال وتكوين عمل القطاع هي أولويات أكدت على أهميتها وزيرة البريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال هودا إيمان فرعون وذلك خلال زيارة العمل والتفقد التي قادتها إلى ولاية البويرة الجزائر اليوم رأنا في فترة تحديث المنشآت في شهر جوان المقبل بإذن الله تكون 100% من شبابك البريد أنفورماتيزة تستعمل تكنولوجية الإي بي كين مشاكل أخرى أيضا على مستوى البريد هي تحديث شبكة الاتصال تكون رقمنة ولكن في نفس الوقت بما أن نفقاتي سنستعمل الفيسات نستعمل الترواجي المال الكارجي كذلك مع نهاية السنة حتى كل مكاتب البريد تكون موصلة لازم يكون أيضا تكوين العمل تحق يعني إعادة رسكالة 27 ألف عامل كل هذا الشيء هي مرحلة لابد تفوت بها بريد الجزائر قبل أن تحبته على مشاريع جديدة وبنك البريد تتم دراسته ولكن هذه الأولويات اللي لازم تقوم بها بريد الجزائر هي اللي نعمل لها خلال سنة وزيرة البريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال أكدت أن الوكالة الفضائية الجزائرية تعمل من أجل إطلاق أول قمر صناعي جزائري من شأنه توفير البث التلفزيوني بالنسبة لكل القنوات سنوف الوكالة الفضائية الجزائرية لا هي تعمل اليوم على إطلاق قمر صناعي 100% جزائري وبإذن الله تكون عندنا الرياضة كذلك في الفضائية أما بخصوص إدماج العمال المتقعدين فقد أكدت الوزيرة أن العملية تسير بوتيرة حسنة وأن 25% من عدد العمال سيتم دمجهم نهائيا والبقية حسب حاجة القطاع العملية تسير بشكل عادي جدا العمل متعاقدين كين قانون عندهم عدد من السنوات لازم يقوموا به بش يكونوا بعد ذلك يتم إدماجهم 25% إدماجهم رسمي 75% اللي يبقوا على حسب قدرة استيعاب ما يكتب البريد يعني على حسب الحالة هي زيارة قادت الوزيرة إلى معينة مركز المواصلات عبر الأقمار الصناعية الواقع بمدينة الأخضرية والذي أنشأه الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 75 تسعمائة وألف فكان أنذاك أكبر مركز على المستوى العربي والإفريقي والثالث عالميا إلا أنه بقي على حاله في الوقت الذي أصبحت فيه دولا شقيقة كانت تفتقر لمثل هذا المركز تملك أقمارا صناعية وتكنولوجيات اتصالات متطورة تاويرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر